اشتركوا في القناة وبعدها ان شاء الله بدنا نعطيكو الحل الاشي اللي انتو جايين مشانو طيب بين يدينا عشان تخليني يعني زيف قول في الجو المقال اللي بين ايدينا بالقضة وعلى احدى المجازر اللي ارتكبتها الاصابات الصهيونية عام النكبة وما بعدها وبلغ عددها ما يربو على ثمانين مجزرة من ابشح هاي المجازر التي كشف عن تفاصيلها مؤخرا مجزرات قرية التنطورة هاي قرية فلسطينية بقضاء مدينة حيفا وقد راح ضحيتها المئات من ابناء هذه القرية وشرد من النجا منهم ثم دمرت تدميرا كاملا وسويت مبانيها بالارض ما يسجمها السياسات الصهيونة القائمة على التطهير العرقي وتهجير الفلسطيني من مدنهم وقرائهم مجزرة التنطورة ذاكرة لن تموت هاي هي يعني القصة باختصار انه كان فينا قرية التنطورة وقت الاحتلال دمروها وهجروا من فيها باختصار هاذ الحكي اقرأوا انتو يعني ما في داعي أنا اقرأه وخلينا نروح على الاسئلة اوضل الي ولكو او فضل الوقت الي ولكو طيب فوائد لغوية نقول رآه بام عينه رآه رؤية لا شك فيها سقط من عينه فقد احترامه وملأ عينه كان محل يجاب وتقدير او قرت عينه بمعنى اطمأنت نفسه التطهير العرقي مصطلح فكري سياسي انتشر عقب مجازر البيت ضد الهنود الحمر ومجازر الاستعمار في افريقيا ويعني التعدي على جنس من الاجناس البشرية بالقتل والطرد بهدف ابادته والقضاء عليه نهائيا شو الارشيف مكان لحفظ الملفات والسجلات والوثاق يعني الروح الفهم والتحليل واللغة وخلينا نبلش فيهم نجيب عن الاسئلة الاتية نكمل الفراغ فيما يأتي بنيت قرية التنطورة على انقاض مدينة دور بمعنى المسكن التي شيدها اجدادنا الكنانيون تقع قرية التنطورة على بعد 24 كيلو متر جنوب مدينة احيفا بلغت مساحة اراضي التنطورة 14520 دنما اقدم الاحتلال على هدم قرية التنطورة عن بكرة ابيها ما خلاه مقام عبد الرحمن المجيرمي ودار الحاج محمود الليحية وبقى يقلعات مريل الصليبية هذولهما الاقدم الاحتلال عليهم ما الذي يدل على قدم قرية التنطورة ان اسمها ورد في نقش فرعوني عود تاريخه الى القرن الثالث عشر قبل الميلاد يذكر فيه ان جماع فلسطينية هاجرت الى ذلك الموقع في القرن الثاني عشر قبل الميلاد كما يدل على قدمها ايضا كثرة الاثار والخراب المنتشرة في ربوعها وقد اثر فيها على قطاع نقدية تعود الى بدايات فتحها على عيد المسلمين نسمي القراءة المحيطة بقرية التنطورة الفريديس وكفر لام وجسر الزرقى وقرى المثلث الصغير اجزم وجباع عين غزال حيث موقع قرية التنطورة اهمية خلال حقبها المتعاقبة ندلل على ذلك فقد كانت في فترة الحروب الصليبية نقطة دفاعية مهمة حيث اقام فيها الفرنجة قلعة اسمها مريل ما زالت بقايا قائمة حتى اليوم ونابليون بونابارت بحقده الاستعماري اهمية هذه القرية وغيرها من قرى الساحل الفلسطيني وبكل ما يعتمل في قلبه من احاسيس الانتقام التي تنتاب المهزومين عادة فاخدم في طريق انسحابه الذليل عن اسوار عكا على تدميرها وحرقها عام 1799 بماذا تختلف مجزرة التنطورة عن غيرها من المجازر لارتكابها عمدا وبتخطيط مسبق على يد جيش منظم في اثناء الهدنة الثانية يعني باختصار انها كانت عمد نذكر الدوافع من موارسة الاصابات الصهيونية لبادة الجماعية والتهجير القصري لابناء شعبنا عام 48 تطهير البلاد عرقيا وترهيب المدنيين واجبارهم بقوة السلاح على ترق قراهم وبيوتهم لماذا اختار الجيش الصهيوني الهجوم على قرية التنطورة لكونها الخاصرة الاضعف ضمن المنطقة الجنوبية لمدينة حيفا نذكر من النص ما يدل على ازدراء الصهاينة بالقيامة الانسانية اول اشي قتلوا منهم العشرات بدم بارد انهمك الجنود لساعات عدة في مطاردات دموية شرسة للمدنيين العزل اطلقوا عليهم النار في كل مكان صادفوهم فيه جمعوا كل الرجال في مقبرة القرية ثم اخذوهم عشرات وعشر وقتلوهم عند شجيرات الصبار وهم يقهقهم وبدأت جثث القتلى تحت انظارنا كأشجار مقطعة ثم امرونا بدفنهم في مقبرة جماعية اجبر المغدرون على حفرها قبل استشهادهم ثانيا نفكر ثم نجيب عن الاسئلاء الاتية اقام الصهاين كيانهم على الارهاب والابادة والاستعمار نبين ذلك وذلك في الابادة الجماعية والتهجير القصري الذين معرسهم ما هذا الكيان لتحقيق هدفه المركزي المتمثل بتطهير البلاد عرقيا وترهيب المدنيين واجبارهم بقوة السلاح على طريق قراهم وبيوتهم هناك عبارة يرددها قادة الصهاين الكبار يموتون والصغار ينسون بمن نرد عليهم يموت الكبار ولكن اشبال الشعب الفلسطيني لن تنسى ولن تغفر فرغم مرور الاعوام وموت كثير من الكبار الا ان جذوة المقاومة للاحتلال لم تنطفئ بل تزداد توهجان يوما بعد يوم نبين الدلالة التي توحي بها كل عبارة من العبارات الاتية وقتلوهم عند شجيرات الصبار وهم يقهقهون هذا يدل على الاستهتار بحياة الإنسان وبالقيمة الإنسانية والأخلاقية فلن أنسى ملامح أولئك القتلاء المجرمين فقد بدوا لي كهيئة الموت هاول المشاهد التي رآها وفضاعتها أقدم الاحتلال على هدم القرية عن بكرة أبيها محاولة الاحتلال محو كل أثار للقرية وستبقى التنطورة وغيرها من القرى المهجرة الأغنية والقصيدة واللوحة والرواية والحكاية أي ديمومة الذكرى واستحالة النسيان نوضح الصور الفنية في العبارات الاتية تجثو غافية بأمن ودعة وسلام في أحضان السلسلة الجنوبية الغربية لجبال الكرمل شبه التنطورة بطفلة مدللة تغفو في دعا وسلام وشبه السلسلة الجنوبية بأب حنون يحتضنها يدعب أطرافها غربا شاطئ أنيق شبه التنطورة طفلة جميلة وشاطئ البحر إنسان أنيق يدعبها ظلت مخبوئة في صدور من اكتبوا بنار إجرامهم سنين طوالا شبه إجرام الاحتلال بنار المقبرة احتضنت العشرات من أبناء القرية شبه المقبرة بأم رؤوم أو حنون تحتضن أبناء الثالثة نختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين ما المحسن البديعي في الكلمتين المخطوط تحتهما في جملة يطالع كأريج سهولها ووهادها ووهادها وتلالها ما المعنى الصرفي لملتقى؟ كانت ملتقى تجاريا لأبناء القرى المحيطة ملتقى هو اسم مكان ما فعل المصدر؟ استجمام في عبارة وموقف للسيارات مرفق بشاطئ استجمام استجمام من استجمه ما الوزن الصرفي للفعل؟ إنهمك في جملات إنهمك الجنود لساعات إنهمك على وزن إن فعله بهاي الطريقة في عنا هون دير ياسي لعبد الرحمن الزناقي هذا شاعر جزائري ولد عام الثالر أربعة وثلاثين كان هذا القرآن وحصل على الشعادة في الدروس الحديث وتخرج من جامعة شمس وفي عنده اللايسنس أداب طيب إلى حبيبتي ونون المطر لم تكن نذبح دير ياسي جرحا فليسطينيا فحسب إنما هي جروح عربي وعالمي وإنساني نازف لذلك كتب كثير من شعراء أمتنا العربية القصائد حولها أرضا وشابا وقضية ومنهم عبد الرحمن الزناقي وفي هذه القصيدة بيت خيل الشعر زيارة مفترضة للعرب لقرية دير ياسي غرب مدينة القدس ليجدوها على غير واقعها بعد المذبحة الهمجية اللي ارتكبتها العصابات السهيونية بحق أبناء فلسطين دون تمييز بين الرجال والنساء والأطفال والشيوخ إذن قصيدة دير ياسي هي عن مذبحة دير ياسي اللي ارتكبوها اليهود طيب هذا يعني اقرؤوها لواحدكم يعني هذي يعني ايش بدي أعطيكم شراء أعطيكم بتعرفوا تقرؤوا انتوا اقرؤوها اوه خلينا ايه نروح على الاسئلة تبعتها يلا الفهم والتحليل واللغة احسن إليو إلكم نختار الإجابة الصحيحة فيما يأتي ما القطر العربي الذي ينتمي إليه الشعر عبد الرحمن الزناق الجزائر إلى أين ومن الشعر تنتمي القصيدة إلى الشعر الحرب أي من الدووين الشعرية الآتية لعبد الرحمن الزناق إلى حبيبتي ما المراد بالقرية في عبارة وليلا أوقدوا في القرية السمراء آلاف الشموع دير رياسي أين تقع قرية دير رياسي غرب مدينة القدس ما الفكرة العامة التي تدور حولها القصيدة مجزرة فضيعة وعودة حتمية يقول الشعر قد أتينا من بعيد في العشية من أين جاء الشعر وما الهدف من مجيه جاء من الجزائر ليدفن شهداء مجزرة دير رياسيين ويثار لهم ممن قتلهم يبني الشعر حوارا بينه وبين أهل دير رياسيين بما أخبروه أن المعتدين نكلوا بالناس وبطروا أعضاءهم وعذبوهم وقتلوهم أشار الشعر إلى وحفية الإصابات الصهيونية التي ارتكبت مذبحة دير رياسيين ما مظاهر ذلك؟ إن جند الاحتلال بطروا أعضاء أهالي دير رياسيين وعذبوهم وقطعوا أشلاءهم كيف تخيل الشعر قرية دير رياسيين وقد عاد أهلها أحياء يظهرون في شموخ وكبرياء وجد فيها أجمل مسجد وكنيسة كما تقام فيها الأفراح نفكر ثم نجيب عن الأسئلة الآتية ما الدلالة التي يوحي بها كل سطر من الأسطر الشعرية الآتية؟ ومشينا فوق أنظار الوحوش التترية اللي هي التحدي للمحتلين وقد حملنا معنى الأكفان والماء الطهورة ونعوشا لونها يطلق نورا المؤازرة والتضامن فوجدنا شهداء القرية السمراء يبنون ديارا من فخار اللي هي الأجزة والإباء نوضح الصورتين الفنيتين في السطرين أو في السطرين الشعريين الآتيين عذبوهم قطعوا أشلاءهم ثم رموهم بين أطفال المنية شبه المنية بوحش مفترس رمى الاحتلال أهالي دير ياسين إليه منذ أن غبتم ونار الحزن تسري في الضلوع شبه الحزن بنار تسري في ضلوعه نحدد العاطفة التي سادت في القصيدة عاطفة الغضب والكراهية للمحتلين والحب والتضامن مع أهالي دير ياسين والإعجاب والتقدير لهم برى الشاعر قصيدتها على ضمير المتكلمين بمن فسر ذلك للتعبير عن الشعور الجمعي لأبناء الأمة العربية نحو فلسطين وأهلها والتعاطف معهم ومؤازرتهم لماذا حظيت مذبحة دير ياسين بشهرة إعلامية لبشاعة الجرائم التي ارتكبها جنود الاحتلال وفضاعتها هناك رسالة واضحة في نهاية القصيدة إلى العالم أجمع ما فحو هذه الرسالة؟ أن العودة حتمية مهما ارتكب الاحتلال من جرائم ومذابع ثالثا اللغة نختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين ماذا تفيد الزيادة في الفعل قطع في جملة قطع وأشلاءهم على الكثرة؟ ما مفرد كلمة شربات في جملة نشرب شربات الرجوع شو مفرد شربات شربة؟ ما نوع الواو في نجث في جملة بعد قرن سوف نجث حذوكم اللي هي واو أصلية نستخرج من القصيدة أضفاض تدل على الحركة واللون والصوت الحركة عبرنا زحفنا مشينا وضعنا وأتينا اللون السمراء نور والعشية وليل والشموة الصوت مشينا وحفلة وهمسنا وتنادات وسنونه بهاي الطريقة نطلع اللي بعدها بدنا نحكي عن الاستثماء اثنين طلع تيجي بتحكي هدم الصهاينة قرية تنطورة عن بكرة أبيها سوى ثلاثة مواقع أو غير ثلاثة مواقع طلع حدم الصهاينة قرية التنطورة عن بكرة أبيها ما خلى ثلاثة مواقع لم يبقى موقع قائم في التنطورة غير ثلاثة مواقع زار الطلاب المحتاحف ما عدا متحف مررت بالمتصابقين حاشا زيت طلعوا الاستثناء أو غير ثلاثة مواقع هانا استثناء وهانا استثناء طيب لما نيجي نطلع يا جماعة الخير إن من أدوات الاستثناء غير وسوى وما عدا وما خلى وحاشا غير وسوى اسمان يعربان إعراب الاسم الواقع بعد إلا فيكون أممكن يكون مستثنى منصوب دك تحفظ هذا في الاستثناء الموجب أو بدل من المستثنى منها أو مستثنى منصوب في الاستثناء التام غير الموجب أو وفق مع موقعهما في الجملة في الاستثناء المفرغ وحكم الاسم بعد غير وسوى هو الجار شو بيكون دائما مجرور بالإضافة ما عدا وما خلى هما فعلان ماضيان مسبقان بماء المصدرية وبيكون فاعلهما ضمير مستتر وجوبا وبعدها الحكم شو بيكون عليه النصب على أنه مفعول به للفعل وحاشا لأرجع احتبارها حرف جار وما بعدها اسم مجرور نحب المسرحيات حاشا السوقية بدك تحفظ هذا كله تحفظ بدك تدير بالك بعين الله شو لك تسهوه فهون عندك اشتريت روايات غسان كنفاني غير روايتين غير قلنا مستثنى منصوب وروايتين دائما مضاف إلي باليألن ومثل زرت محافظات الوطن ما عدا محافظة واحدة ما هو حرف مصدري مبنى على السكون عدا فعل ماضي مبنى على الفتح وفعله ضمير مستتر وجوبا محافظة هو المفعول به منصوب وواحدتان ناعت منصوب لا تلومن أحدا سوى نفسك أو نفسك سوى مستثنى منصوب بالفتحة المقدرة أو بدل وعلامة نصبه الفتحة المقدرة تدريبات نستخرج أدوات الاستثناء فيما يأتي ونبين حكم الاسم الواقع بعدها هاي هون يا حلوين سوى والعودة وحكم مضاف إليه سوى وجاحد أيضا مضاف إليه ما عدا والقليل مفعول به منصوب حاشا وأهلها اسم مجرور هاي هدول الحل تدريب اثنين نكمل الفراغ فيما يأتي بالكلمة المناسبة مما بين القوسين برأت المحكمة المتهمين إلا متهما ليش لأنه بكون منصوب لن ينهض بالوطن إلا أبناؤه الأوفياء حفظت القصيدة ما عدا ثلاثة أبيات ما عدا من سفره سوى أخيك بهاي الطريقة تدريب ثلاث نختار من كل جملتين متقابلتين الجملة التي يعرف فيها ما بعد إلا على وجهين هل تقدر تعرب اللي بعد إلا على طريقتين بهاي الطريقة لم يملك أهل الطنطورة سبيلا إلا الدفاع عن أنفسهم هل أضيعت مصابيه الشارع إلا مصباحا ما كفات أحدا إلا المجدين ليست كل شوارع المدينة نظيفة إلا شارعا تدريب أربعة من ميز سلوب الاستثناء من غيره فيما يأتي كتبت التقرير الذي طلبه المعلم ما خل صفحة واحدة هذا استثناء مئة بالمئة خل التقرير الذي طلبه المعلم من الأخطاء وإن الاشي ما في معنى ما في استثناء بضى النهار غير نصفه صح فهمسنا إنهم يمشون في غير القيامة خطأ عاد اللحة الاحتلال على قرية الطنطورة لكونها الخاصرة الأضعف ضمن المنطقة الجنوبية لمدينة حيفا خطأ قتل الجيش الصهيوني جميع رجال قرية الطنطورة ما عدى القليل منهم صح قال تعالى فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديه وقلنا حاشا لله صدق الله العظيم لا يوجد استثناء هنا ينلع مالثقة الناس حاشا المتقاعس في استثناء تدريب خمسة نعرف ما تحته خطوط فيما يأتي قال تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين صدق الله العظيم لاحظوا امرأتها شو بتكون اعرابها مستثنة بإيه بإلا منصوب علامة نصبه الفتحة مضاف والها أي ضمير متصل في محل جار مضاف إليه لا يدرك المجد أحد غير المثابر المثاغير هو بدل مرفوع والمثابر مضاف إليه مجرور الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا صلحا هو مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة قد يهون العمر إلا ساعة وموضعا مستثنى منصوب ما عدا إبراهيم ما عدا ما حرف مصدري عدا فعل ماضي إبراهيم مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة بهاي الطريقة التعبير هاي تعبية إذا كتبت عن المعارضة العلمية وفي نشاط ديروا بالك يا صف عشر نتمنى لكم التوفيق وترسمني حلم واضيع بتاع حفظ كثير الله يعينكم نراكم في درس قادم إلى اللقاء